نفذ أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا اعتصاماً أمام مقر الكتيبة التركية العاملة في إطار اليونيفي القرب بلدة الشعيتي شرقي سور شارك فيه حوالي 60 فرداً من أهالي المختطفين التسعة المتبقين في سوريا وأقاربهم وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش أمام المقر ورفع المشاركون لافتات طالبت الحكومة التركية بالتحرك الجدي والسري لإطلاق ذويهم بالإضافة إلى 265 وردة وزعوها على ضباط وجنود الكتيبة التركية بعتاد أن الدولة التركية يعني بتقدر تعمل شيء نحنا ما عم نقول أنه هن الخطفين نحنا منقول أن الدولة التركية بتقدر تعمل شيء لحتى ترد هوض المخطوفين على لبنان نحنا هيك بنعهدها للدولة التركية أنه دولة صديقة ودولة محبة ومنأمل منهم أنه يتحركوا بشكل جدي وبشكل أسرع منها السياسيين بهموهم كرسيهم أكثر من أباهم وأهلهم نحنا لقنا أهلنا وأبينا أول شيء يعني مش مثلهم نحنا بعد ذلك استقبل قائد الكتيبة العقيد حسن أرتورك الأهالي داخل المقر مرحبا بهم واستبقاهم إلى مائدة الغداء مؤكدا لهم نقل مطالبهم إلى حكومة بلاده اشتركوا في القناة